أمام أتلتكو طبعا مروان وباسم وطبعا مؤمن موجود نهاردة وكمان من العيبة المميزة اللي حرزوا هدف في أتلتكو كل اللاعبين نهاردة بيستعدوا بشكل كبير كانوا سعداء بين مباراة أتلتكو الأخيرة واللي احنا سعدنا بيها بشكل كبير وكان لها مرضود طيب جدا بالنسبة لصحف الأسبانية وكل الناس هنا في مصر وكل العالم صراحة شاهدوا هايزين مباراة بشكل جيد وكان لها مرضود إيجابي على بلدنا مصر طبعا والنادي الأهلي كنادي مميز في الوطن العربي في الشرق الأوسط وأفريقيا فبالتالي كانت مباراة مميزة النهاردة بنخش مرة أخرى للدوري المنتاز ونستعد لمباراة قوية أمام النص ثم مباراة الزمالك إن شاء الله اللي هتكون بعد ستة أيام هتكون يوم تمانية بأمر الله تمانية يناير دي مباراة القمة وبنتظر كل عشاق قرة القدم المصرية سواء بقى هنا في مصر أو في الوطن العربي ولكن احنا بنتكلم النهاردة على مباراة مهمة لازم نركز فيها بشكل كبير من خلال طبعا هذه المباراة وحصلنا على الثلاث نقاط خلينا أروح بقى لإحصائيات الخاصة بفريق النادي الأهلي ومباراته النهاردة مع فريق النص طبعا المباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن من الدوري المنتاز ترجمة نانسي قنقر